طيب يعني هذا الشخص اللي إجاكم شنون تختاري لنظام دايت مناسب يعني أكو ضوابط لهذا الشخص أو لإنقاص الوزن لهذا الشخص؟ طبعا مثلاً شخص أول مرة عم بيعمل دايت حتماً حيكون التعامل مختلف كل الاختلاف عن شخص عنده تاريخ كامل بالدايت شخص ما بيتعشو شخص ما بيفطر شخص بس عنده وجبة وحدة باليوم حننظم له كل شئ على حسب حياته هو ونرجع ونقول ما فيه دايت أحسن دايت أو أنجح دايت ماكو أحسن ماكو أفضل دايت أفضل رجيم على الأطلع مثلاً الشخص بيقول كير طالع عصيت الكيتو ماشي نحن كنحن نعمل منحط برامج كيتو ماشي بس حقشوف الشخص الإمكانية المادية حقشوف هو نحن إمتى منحط الكيتو على الشخص لما الشخص خليني نقول بيخالف كتير بيأكلنا مناميات كتير خارج عن دايت يعني حطيك دايت ضمن السعرات لجسمك محتاجة أنت عم تاخد عم تراعي نفسي كمان عم تاخد شغلات زيادة وجسمك منه محتاجة فلما أنت بتعمل كيتو في مع الكيتو في كتير شغلات غلاطة بتيجي أنا فوراً فدت على الكيتو ما بعرف إذا عملت منحة ولا لا نحن نحكي عن الكيتو نحكي عن الكيتو ماشي في فحوصات كيتو يجب أن نعمل يومياً الشخص يعمل كيتو فايت وعم بيمشي كل شي بيبحث عن النتجة الكيتو بيطلع كثير في منه النسبة صح ما في مبقل أنه هنان غلط مثلاً بس شو فيه مشتركين مع ناس بيحطوا كيتو بس بدون فحص هذا عدم توفر الفحص ضمن الكيتو بيعمل لك مشاكل صحية هو الكيتو على شنو يعتمد؟ خلينا نعرف الكيتو عن الدهون سبعين بالمئة ستين بالمئة عن الدهون بيعتمد يعني الدهون هي اللي بتنزل الوزن بتنزل الوزن كيف الدهون بتنزل الوزن خلينا نقول الجسم بيحتاج طاقة وهنا فقدنا أغلبية الكاربوهدرات اللي الجسم بيمتصب بسرعة يعني بسهلك أسرع شيك طاقة فشو ضلعنا الدهون هذا من الدهون بالجسم بيحتاج وقت وبيحتاج جهد من الجسم فأنت لبينما الجسم يحرق دول الدهون يعني بيطالع من الدهون المخزونة ويحرق الدهون الموجودة ممتاز ما فينا نقول إنه مضر ولكن ما بصير الشخص يستمر مدة كتير طويلة على الكيتو وما بصير الشخص يعمل كيتو بدون ما يعمل فحوصات دورية فحص الكيتوني مثلا في منه فيه ستريبسات موجودة مثلا سواء بالصيدليات سواء بالمركز فحص بولي ما بياخد كله على بعضه من حياته باليوم دقيقة دقيقتين وبيشوف نسبة إذا أنت عم تمشي منيح بيطالع نسبة دخول الكيتو بالجسم لأنه إذا تفوت كتير بالكيتو حيرجع بمشاكل صحية مشاكل بألم رجل ما فيك تمشي التهابات إذا كانت دايد غلط